موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم في شهداء بريس رفض آلاف المحتجين تعيين البرلمان الجزائرية اليوم عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة رئيسا مؤقتا للبلاد في أعقاب استقالة عبد العزيز والتفليقة ويأتي تعيين بن صالح رئيسا مؤقتا تماشيا مع الدستور الجزائري إلا أن كثيرا من المحتجين يعصارضون عليه نظرا لكونه جزءا من طبقة حاكمة تمسكت بمقاريذ الحكم في الجزائر منذ الاستقلال عن فرنسا سنة 1962 وبموجب الدستور الجزائري سيبقى بن صالح رئيسا مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات رئاسية جديدة جديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر